سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط أهلاً سهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابع القناة الجدد أهلاً سهلاً بكم مع إخوتي شرفتني ونورتني متنساوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل جرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله تلبية لطلبكم أحبتي تلاميذ سنة ثانية متوسط يعني التلاميذ لماذا لم يجوزوش الاختبار يعني رح نقترح لكم نموذج آخر خاص بموضوع لا ليجند كذلك فيما يخص الوضعيات الإدماجية لهذا الموضوع يعني لا ليجند رحي موجودة في القناة سمع لكم فقط تكتبوا العنوان واسم قناتي تضح لكم جميع الفيديوهات كذلك فيما يخص المراجعة الخاصة بهذا المقطع رحي موجودة في القناة وكذلك توجد نماذج أخرى للاختبارات تابعوا معي أشخي قرأت النص لشي because the giraffes have long ears لما تزارفات لديها رقبة طولة وكذلك تزارفات لديها رقبة طولة وكذلك تريد اثنين يخص الانتصال وكذلك تتكتب أتحدث وكذلك تتكتب أشخي حاليا لديك PSو رغب صورة في قد ديما تحكي أخذ في القناة وكذلك كل زرفات كانت لها رقبة صورة جوح وكذلك كل تحكي في القناة في القناة في سيارفات سبقاط لديه سقطت في حفرة وستطاعت أن تخرج جسمها أو جسدها ولكن ليس رأسها يعني عندما سقطت في هذه الحفرة قدرت تخرج لكن رأسها بقية يعني في الحفرة وستطاعت أنها تخرج ولكن في حفرة وحاولت أن تجذب نفسها ولكن بتلك القوة كانت أوقعت بعض الأحجار يعني الأحجار وقعوا فوقها ألا فيدنك لاتت بلوكي دون لتخو كم موسيو غينانسيروس سيبخموني دون لباراج يعني بعدما وقعوا عليها هذوك الأحجار رأسها بقية يعني بلوكي في الحفرة في حين أن موسيو غينانسيروس يعني وحيد القرن كان يتجول في المنطقة رأى الحيوان لاحظوا معي أحبتي لابت هذه عوضنا بها لجغاف باش ما نبقاش أشك فوان نستعملو كلمة لجغاف كما شفنا في الدروس نستعملو أو التجويف كذلك كلمة لكاليمة 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 تعني التجويف أو الحفرة كذلك باش ما نبقاش نعودو كلمة لتخو يعني بعدما رأىها وقعوا فيها دكال التجويف قررأ أن يساعدها إلمي لجغاف لجغاف autour دو ساكور إلتقى تخفور ميلي باشا لساكور لساكور دو باشا يعني بعدما قرر أن يساعدها وضع أرجل الزرافة حول قرونه ثم سحب بكل قوة ولكن الأحجار عرقلت عمليت إنقاد الحيوان المسكين هنا كذلك كلمة پوغ آنمال رأى تعودنا لجغاف يعني من المعنى نفهمو بلي رأى يتحدث على لجغاف وهذا كذلك نسمينا لسبسطو لكسيكال voilà إلتقى دو تتسي فرص لكو دو لجغاف ستقى إلتقى سدقى دو دو إدن وجذبا بكل قوة رقبت الزرافة إمتدت ورأسوها يعني حررة من الحفرة يعني بعدما هو جبدها ولا يعني بكل قوة رقبت الزرافة أصبحت طويلة لأنها انتدت كما شفتوا أحبتي هذا هو النص يعني خاص به هذه الأسطورة يعني النص رحو سهل وبسط إذا في أول الاختبار يعني كنتوا فهمتوا النص الأسئلة رح أجيكم سهلة بإذن الله ننتقل هنا لمناقشة الأسئلة ملاحظة يعني قبل ما نبدأ في المناقشة يعني الأسئلة الخاصة بهذا المواضع هي حتكون متشابهة يعني الاختلاف فقط رح يكون في النصص أما طبيعة السؤال وطريقة السؤال تقريبا هي نفسها لهذا ركزه جيدا سفرين وطريقة السؤال مثيل كما شفنا يعني في بداية الناس شفو مريا «Une légende raconte quatre fois » donc ce texte est une légende ensuite سلين la bonne réponse ستر على الإجابة السحيحة cette légende parle des animaux des hommes ou des plantes هذه الأستورة تتحدث عن حيوانات عن رجال أو عن نباتات donc cette légende parle des animaux هي تتحدث على الحيوانات فقط ملاحظة يعني راح نتعاونكم بزاف الأجوبة لما يعطيكم السيجي حاولوا أنكم تقرأوا يعني تقرأوا الأسئلة حتى النهاية تقرأوا قراءة أولية لماذا؟ القراءة الأولية ممكن الإجابة راح تكون يعني تعالى السؤال الأول حين تصيبوها في السؤال الثاني أو السؤال الثالث كما اللي هنشوفوا معايا هنا أعطانا ce texte est une légende عند السؤال ولهنا راحي لحدو معايا الإجابة تعو راحي منورح ديركتما cette légende parle هات الأسئلة تتحدث عن voilà كما شفتوا يعني كونو أذكيا ولتقرأوا الأجوبة voilà la bonne réponse هي ديزاني مو يعني راحي نحطوف ديزاني مو ديزاني مو ومسي رينو سيراس ومسي رينو سيراس هناك ديزاني مو أحباتي لازم سكون إجابة كاملة ديزاني مو ديزاني مو ديزاني مو ديزاني مو ديزاني مو رينو سيراس ديزاني مو ديزاني مو ديزاني مو وحيد القرنجح في إنقاذ الزرافة. Ensuite, numéro 6. Complete le tableau suivant. أكمل الجدول التالي. لحضر معايا لدينا مو, رادикال و السفكس. الكلمة. الجذر تحا أو أصل الكلمة. السفكس هي الحروف. المضافة في آخر الكلمة. لدينا ديسيزيان. رادикال تحا هو ديسي. نحطوا ديسي. السفكس هو سيان. هنا لغة الككل فاش تعرفوه. لازم يعني يبقوا الحروف الأصلية هادو. ديسي باركزامل عندنا هنه ديسي. لما نضيفو لها حروف أخرى يعني بخلاف هادو. يعني يكون المعنى تلك الكلمة صحيح. باركزامل عندنا ديسي. نضيفو لها دي أخ. ترجع ديسي دي. يعني قررها. وتكون الكلمة صحيحة. ديسي. ديسي يستند بخلافا. لزيسي هو سيان. نتمنى تكونوا فتحنتوني. لجندر. لردكال كلمة صحيحة. أغ، لغة كلمة صحيحة. لحنا که ديسي لغة كلمة صحيحة. سيضر لغة كلمة صحيحة. بهذا يقول لردكال خلاف كلمة صحيحة. هذا يقول لغة كلمة صحيحة. نميرو هيد. رلعف دو تكس ان adjectف qualificatif إستخرج من النص كلمة هي عبارة عن صفة لحظو معايا لدينا كلمة petit un petit coup هدي سيطان adjectف كدريك bloكي لاتت بلوكي كدريك كلمة كوانسي ما جفنا أحباتي في الدروس لأجيكتف ساكورد انجور وانجور 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 يعني لأجيكتف لزمديما اندرولها توافق تحا مع الاسم تحا يعني تالأجيكتف كلمة لحنا عندنا انكو petit رهي جت يعني 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 مسculن singulier يعني مفراد مدكا كدريك لدينا bloكي وانجور وانجور كلمة لحظو 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 زرافا ساقطت في حفرا الحفرا موجودة في الغاب ريكري cette phrase et supprime la répétition en remplaçant par le pronom relatif qui convient يعني فقط احبت سيعتدر هناك بعد الاخطاء المطبعية لحظو 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 لدينا هاد الجملا لحظو معي كلمة انترو لدينا هاد نشوفيها باللون المغير كلمة انترو هي كلمة مكررة وحنا والاش نستعملو لحظو 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 من أجل تجنب تكرار الكلمة وربط جملتين معا بعد هنا يكيفش يعني رحين نديروها يعني ربط حا لحظو 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 هما او اي كي او نستعملوها إذا كان هاد الكلمة المكررة عبارة على كمplement سركنسانسي دليو ستا سي سي ال وكي نستعملوها لما تكون الكلمة المكررة الموقعتحة في الجملة الثانية انسو جي ولا نتمنى تكون فهمتوني يعني لما تكون الكلمة المكررة في الجملة الثانية موقعتحة انسو جي رحين نحيوها ونعوضوها بكي لسميناه لبخنو غلاتف voilà الجملة تصبح كاتلي ونجرة تصبح في الجملة في الجملة في الجملة في الجملة في الجملة voilà جسپر كي سي بيان كلا نميرو 10 كنجو كو بخزان دون 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 سرف الافعال في زمن لبخزان دون 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 هاد الزمن أحباتي لما زل عندو في إشكال رحو موجود في القناة سفاقت اكتبو العنوان لبخزان دون 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 إسم قناتي تدهر لكم الفيديو فيها شرح بسيط وسهل لاجراف روتره سات دون دون لحظة معيه لذي الهرب هو روتره سيطل ورسة لحظة لاجراف لاجراف سي فمنا سنجلي لحظة بدا مر ل لان لان روتر سات دون دون هنا نحيو رهدي سيبقنا روتر سيطل لاجراف فر بزا تنشي ومعشان دون 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 لحظة لحظة فر دون دون نحيو سر فوح مع لاجراف اللي هي اهل اهل فهل بزا تنشي ومعشان دون 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 احظة فقط احبس يعني هذا الموضوع فيه الكثير من الاخطاء يعني اعتدر مرة اخرى اه يعني اخذت فقط من موقع في الانترنت يبقى هنا هاد العنصر الاخير اللي هو عبارة على وضعية ادماجية هاد الوضعية كنا شفنا في موضوع سابق وراه كذلك موجودة في منتدى القناة يعني اعطانا عبارة عن اسطورة يعني مباثرة المطلوب منك انك ترتيب الجمل حتى تتحصل على اسطورة صحيحة دانك رمي لفخاز سويفان تنقدر بور ركونستيط لالجند دي كروكوديل اعطى ترتيب الجمل التالية حتى تتحصل على اسطورة لكروكوديل اللي هما التمسيح احا نخلي لكم النموذج احباسي رحو مكتوب ولا انتم تستفيدوا منو بهذا نكون وصلنا لنهاية النموذج نتمنى استفيدوا معايا ونتمنى تدرتوا مراجعة خفيفة معايا ما تخافوش المواضيع هي كامل متشابهة وتكون سهلة بإذن الله ما تنسامنيش احبتي من صالح دعائكم بارتاج الفيديو حتى تصل لأكبر عدد من التلاميذ وتعمل فائدة على الجميع بإذن الله اترككم في رعاة الحفظ والسلام الله عليكم